قرطة للرئيس أي حد من أنتقد هنا نعم هو إحنا ما بنوعد مش بنقول في حاجة غلط أو صح نعم لكن في فرق بين أن أنا أنتقد المؤسسات خلاص أو أهدم المؤسسات أنا عمر ما هدمت المؤسسة وعمر ما قلت كلام يعني مع احترامي للمنافس ومع احترامي للجميع أنا مش ضد أن أنت تقول رأيك أيا كان قول خمسة ربعة ستة أي كلام لكن أنا ما حبش أن حداك تكون في مكان وعشان موقف معين تغير المكان ده مؤقتا نعم النهاردة المنافس لي قال كلام غير حقيقي لو حداك تحب أن أنا استدرك فيه نعم النهاردة المنافس قال أنه هو كان مع صورة تلاتين ستة وأنه كان ضد الدستور وأنه كان ضد الإخوان أنا دورت على مقالة لقيت مقالة قديمة بس عشان الناس اللي بيقولوا صورة خمسة وعشرين ناير مقالة قديمة لقيتها الدكتور عمر المنافس بتاعي سنة ألفين وسبعة تقريبا كان بيتكلم على التغيير في مصر واستبعد حدوث صورة تماما وقال أنه هو بيعتقد أن التغيير هيجي من الجانب الإصلاحي داخل الحزب الوطني لأن في بعض الأشخاص فيه هم هيقوموا بالإصلاح ده في مقالة لي كده في مقالة لي كده في المركز الدرسات اللي هو بيشتغل مركز الأهرام مركز الأهرام يعني أول واحد دكتور عساعد الكتاتني طبعا دكتور جرامد البلتاجي دكتور عسام سلطان نا شايف أشرف سابت عمر الشبكي تقريبا هو رقم 11 في لجنة وضع الدستور في الخمسين دستور رقم دهار اللي هو كان ضده يعني هو قال أنا ضد الدستور مع إن هو اللي حطه أصلا دكتور أسامي العريان دكتور أسامي ياسيني اللي هو عمل موقعات الجمل دي دكتور صبحي صالح يعني وأسامي تاني عين فايس إننا جدتهم دكاتر وكلهم إزا كتير دكتور عد عبود واحد والذين دكاتر برضو يعني فأنا بس إيه هو كان ضد الدستور لكن هو اللي وضع الدستور فدينه أطمه قريني بعد إذنك الورق ده أو يعني ممكن في يدك كده قدام الكاميرا لا يعني أهو قدام الكاميرا باش كده هو حتى الكاميرا بتاعتي الكاميرا بتاعتك اهي ايوه قرر كده الكاميرا لو سمحتك هادي الأسماء أعلنوا كتاتني كذا كذا وقل بالصفحة اللي بعديها ايوه هات الصفحة اللي بعديها دكتور عم الشبكي في دجنة الخمسين في وضع الدستور ايوه وطبع بالأسامي اه صبحي صالح وسامي ياسين عسام العيان نعم تمام احنا دلوقتي قلنا ان احنا ضد الدستور بتاع الاخوان ومع ذلك احنا اللي حطين احنا اللي حطين اه الدكتور عمر ادعى مع كامل اللي احترام لي ادعى انه هو كان مع صورة تلاتين ستة اه وانا ما عملتش حاجة وما كانش ليه دور وبدعي البطولات الزائفة وهكذا انا فعلا ما بطلعش في تلفزيون زي دكتور عمر اللي بيعمل حاجة لصالح الوطن كل العمل وخمسة عشرين يناير وتلاتين ستة ما طلعوش قالوا احنا عملناها لكن اللي كانوا عاملين المخططات هم اللي ليهم مصلحة هم اللي عايزين يطلعوا في تلفزيون ويقولوا الكلام طب انا هوري لحضرتك معلش انا ناسف يعني انا عملت ايه قبل تلاتين ستة بكتير فضل فان الدكتور محمد مرسي او المهندس محمد مرسي اللي هو كان رئيس الجمهورية في الوقت ده طلع طلع يقولي اه ان الاعلانات الدستورية لا تقبل التعن عليها امام الجهات القضائية كويس كل حاجة وبعدين قال الاعلانات الدستورية والقرارات الصادرية عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة بتلاتين يونيو الفين واثنشر وحتى نافذ الدستور وانتخاب مجل الشعب الجديد تكون هائية ونافذة بذاتها غير قابلة للتعن عليها بأي طريق صح وامام اي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراته ويعي النائب العام ويعي النائب العام اللي هو طلعت عبدالله نائب الاخواني ايفا طيب انا في تاريخ عملت ايه انا هوايه بس دكتور عم في تاريخ تسعة عشرين حداشر اللي هو قبل تلاتين ستة بحوالي سبعة عشر رفعت دعوة اهو بعد سبوع من الاعلان اه 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 ايوى فندم 22 وده بعدها بسبوع 21 نوفمبر انا رفعت الدعوة اه 29 نوفمبر اللي انا ما كانش ليا دور بس مش لازم الواحد يطلع يقوللي دور لان اللي بيعمل حاجة لصالح للبلد مش لازم 19 نوفمبر بتقول اه 29 نوفمبر عملتيه فندم قولي يعني بعدها بأسبوع بالزبط اي فندم دي عروت الدعوة هي يا فندم لو الناس تجيبها ايوه احمد مرتضى منصور ورين يا فندم. اهي. ايوا. واخرين. ارجوك. واخرين. واخرين. كاميرا. رفعت دعوة. على السيدة رئيس الجمهورية. مم. الدعوة مرفوع على الدكتور. احمد اه الكاميرا بعد اذنك. ايوا. احمد موطنى منصور اهو. خلاص. ايوا. اه. رفعت دعوة على السيدة رئيس الجمهورية. جاسوس. اللي هو يعني. ايه مش مش. المنصب يبقى لي احترامه. ما عين كان اللي ايه. حالككم احترم. معلش سيبنا انا ايه. ماشي. ماشي. احمد موطنى منصور اهو ماضي. خلاص. بطلب ايه وقت في تنفيذ العمل بما سم الاعلان الدستوري. خلاص. الصادر بتريق واحد وعشرين حدواشر. وفي عريضة الدعوة. كاتب بقى ايه. ان ان يعني يا استفالة عظيم يعني. ان الاعلان الدستوري ده. اه جعل الرئيس من نفسه في حكم يعني اعلان دستوري نفسه. الرئيس جعله في حكم الايات القرآنية التي تظهر تصدر عن الزات الالهية. بتكلم عن مرسي. عن مرسي. ده كان رئيس جمهورية. نعم. اللي انا ما شفتش بصراحة دكتور عمر مع احترامي الشديد لي. انه قدم حتى السبوات ضدهم. ما قالش حاجة يعني يعني خلينا الاول في القضايا العامة. فضل. انا ما بكلموش دلوقتي على المستشفى اللي في اه انا ما بكلموش دلوقتي. انا بكلمو في القضايا عامة. مم. وكاتب ان رئيس الجمهورية محرف بالسلطة بعد استحوازه على رقابة التشير عنوة. مم. وكاتب ان السيد الرئيس الجمهورية يهضر مبادئ الدستور والقانون وينفعل بسلطات الدولة كافة دون رقيب او حسيب لا مجل الشعب ولا قضاء ايا كان نوعه. اي فان. ويعني ان مبادئ القانونية ان هي فصلة من السلطات. فحيك عملت دعوة وقت ما كانوا الاخرين حطين ايديهم في ايدي. تمام يا فان. وكاتبت ان رئيس الجمهورية السيد الدكتور محمد مورسي بيونه 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 كامل الدولة والقانون. دي واقعة موجودة قدام المحاكم في ذلك الوقت. فضل يا فان. خلاص يا فان. رسميا فكده يعني. هذه دعوة مرفوعة من احما اشتركوا في القناة.